ميثاق العمل الوطني صورة متلألئلة رسمها الشعب في حب مليكه وهو منارة ما زالت تستدل بضوئها مجالات الحياة المتنوعة ولعل المجال السياسي أحد أبرز القطاعات التي شهدت نهضة نوعية لامست جسد البيئة السياسية الرحبة الداعمة لجميع أشكال الديمقراطية المرنة وصون الحريات على اختلاف أنواعها قبل ما يقرب من ثمانية عشر عاما وقع الشرفاء من العاشقين لأرض الخلود على وثيقة أوثقوا من خلالها دعائم حب الشعب لمليكه وأوجزوا بمشاركتهم معاني الانتماء لوطنهم ومنح الثقة التامة لقائد مسيرتهم في الأخذ بهم نحو ضفة آمنة مستقرة تسكن بين ربوعها النهضة وتعتلي تضاريسها أجواء من الاعتدال والتسامح لترى تحت سمائها معالم دولة حديثة ترتكز على مبادئ دموقراطية مرنة حرة لا تكبل الحريات فيها ولا تحجم مقاصدها إن كانت الغاية نماء البحرين وتوفقها في مناح العمل المتنوعة ميثاق العمل الوطني منارة استرشدت وما زالت تسترشد بها مجالات الحياة المختلفة ميثاق ساهم في نشوء العديد من الإنجازات الإصلاحية الشاملة التي ساهمت في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفي العلاقات الداخلية والخارجية وفي استشراف المستقبل لمملكة البحرين المجال السياسي أحد أبرز القطاعات التي شهدت تطورات بالجملة حيث وعيد تدفق الدم في جسد الحياة البرلمانية من خلال تشكيل المجلس الوطني بمجلسيه النواب والشورى ليعزما على ممارسة دورهم الدستوري في سن القوانين وتشريعها إلى جانب الرقابة على الآداء الحكومي وفي ذلك تفعيل أطر التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ميثاق العمل الوطني أدى أيضا إلى توسيع نطاق مشاركة المرأة في العمل السياسي معبدا الطريقة أمامها لإثبات تواجدها إلى جانب الرجل وقول كلمتها وسماع صوتها استنادا إلى تنشيط مبدأ المساواة الذي لا تقلل من قيمته الدول العصرية ثمرة أخرى من ثمار الميثاق تتمثل ببروز عدد من الجمعيات السياسية الأمر الذي سمح بإنشاء مجتمعا مدنيا قويا وناشطا في مختلف التوجهات الاجتماعية والحقوقية مقبل بجميع فئاته على المشاركة السياسية ليجعل من نفسه شريكا أساسيا في صنع القرار ولا شيء يقف في وجه أفراده وجماعاته في التعبير عن ذاتهم ومطالبة حقوقهم على الوجه الأكمل الرابع عشر من فبراير من العام الفين وواحد أغضق على البحرين بمكاسب جمة لامست بدن حرية التعبير والرأي المسؤول في ظل دولة المؤسسات والقانون حيث نص الميثاق على أن لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي كافلا حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة في الحدود التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية ويبقى ميثاق العمل الوطني هو الإبن البكر للدستور البحريني والمصادقة عليه مثل محطة مجيدة في مسيرة البلاد المتلالية وخطوة مؤثرة في مسيرة التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمقدار يوائم حجم تطلعات وطموحات شعب البحرين لتلفزيون البحرين محمد رشيدة ترجمة نانسي قنقر